أعلن معهد كارولينسكا في ستوكهولم منح جائزة نوبل في الطب هذا العام للسويدي سفانتي بابو الباحث في معهد ماكس بلانك الألماني للأنثروبولوجيا التطورية وقال المعهد إنه منح الجائزة لبابو تقديرا لأبحاثه التي استطاع من خلالها إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين الأمر الذي يمهد الطريقة أمام جهود أخرى من شأنها استكشاف ما هي ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها كما بيين المعهد أن بابو هو أول باحث يقوم بوضع تسلسل لما يعرف بجينوم الإنسان البدائي وذلك من بين أمور أخرى قام بها في هذا المجال ينضم إلينا من ستوك هولم الدكتور محمد زريقات هو الباحث في علم الأورام في معهد كارولينسكا أهلا وسهلا بك دكتور معنا إلى العربي اليوم قبل أن نتحدث عن أهمية هذه الجائزة لو تشرح لنا وللعربي اليوم أهمية وما هي هذا الاكتشاف الذي أهل بابو لنيلي نوبل هذا العام طبعا أهلا وسهلا فيكي ستين طبعا أبحاث العالم سفينتي بابو تختلف اختلاف كله عن الأبحاث التي تمت وحصلت على جائزة نوبل في الطب في العوام السابقة بحيث أنه ليس طبيب ولا يدرس عمل جسم الإنسان ولا يدرس عمل كيفية حصول الأمراض وطرق علاجها بالنسبة لأبحاثه وأعماله يعني الأعمال التي عملها عم تحاول تجعلنا نفهم جسم عمل الإنسان عملها مراحل تطوره من الإنسان البداي للإنسان المتوسط للإنسان الحديث وهذا يبين الاختلاف بين المادة الوراثية بين الإنسان الحالي الذي هو في شكله المتطور والإنسان البداي وهذا قد يدلنا في المجمل على نوعية عمل الأجهزة في جسم الإنسان الحديث وكيفية الاختلاف والتشابه بينها وكذلك نوعية الأمراض التي كانت موجودة خلال مراحل تطور الإنسان فهل قد يدلنا على أنه هل كان السرطان مرض حديث أو مرض قديم هل الأمراض العصبية مرض حديث أو مرض قديم أن نتعرف على هذا الموضوع أمر مذهل بالنسبة للإنسانية لكن من ناحية الفوائد المباشرة كيف يمكن لهذه الأبحاث ولهذه النتائج أن تساعد البشرية حقا لسيما في عالم الطب واكتشاف العلاقة بين الجينات البشرية والأمراض الحديثة خاصة يعني لا يتعلق الأمر بشكل مؤكد بالسرطان وإنما بالفيروسات التي تواجهها البشرية مثلا كيف يمكن أن يكون ذلك الأبحاث عبارة عن هو كان متخصص في عملية تحديد الجينات التي كانت موجودة في الإنسان القديم والتي بقت خلال تطور الإنسان إلى الإنسان الحديث الآن الاختلاف الجيني بين الإنسان الحديث والإنسان القديم قد يتفاعلنا كثيرا على تحديد مسببات الأمراض وكيفية علاجها على سبيل المثال إذا كان في عندنا مستقبل الفيروس موجود في الإنسان القديم هل هو نفس الفيروس الذي يسبب المرض في الإنسان الحديث أو لا؟ وهل يمكن معالجته عن طريق تطوير علاجات تحارب هذا المسبب أو هذا المستقبل من ناحية أخرى دكتور محمد زريقات أن تعود الجائزة لعالم الطب والعلوم آخر جائزة ربما قدمت في مجال الطب كانت منذ عام 2016 ما أهمية ذلك أمام ما يوجهه العالم من تحديات ومن حاجة إلى المنتج أو الإنتاج العلمي طبعا هو جائزة تحديد جائزة نوبلس للطب وفوز بها يعني هو عمل شاق جدا يعتمد في اعتماد كبير وكل على كيف يخدم هذا العمل البشرية بشكل عام في هذه الحالة إذا بتتواجه أنت الآن في عندنا هذه اللي حصلت اللي هو البانديميك تبعي كورونا اللي هو الأمراض اللي حصلت في العالم هاي الأبحاث اللي عملها ومقارنة الجينات بين الإنسان القديم والإنسان الحديث رح يدلنا زي ما قلنا في السابق على تحديد مسببات وطرق الوقاية التي يمكننا أن تحدث في المستقبل لتجنب حدوث بانديميكس قريبة في المستقبل القريب شكرا جزيلا لك دكتور محمد زريقات الباحث في علم الأورام في معهد كارولينسكا ولعلنا نتمنى بانحياز عاطفي أن تحمل هذه الجوائز في القريب العاجل أسماء عربية شكرا لوجودك معنا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة